زي ما تكلمنا على انتخابات الزمالك فإيه ملامح الانتخابات في الأهلي حتى الآن هو الاجتماع اللي تم يوم الثلاثة وكنت قلت لكم عليه لسه القصة أنه الباب هيفتح للانتخابات يوم 15 من شهر أكتوبر لحد يوم 22 من نفس الشهر على أن تجرى الانتخابات بإذن الله يوم 25 و 26 من الشهر التالي اللي هو شهر نوفمبر الأهلي كان أرسل قائمة يعني أرسل إجراءات اللي اعتمدها مجلس الإدارة بشأن الانتخابات للجهة الإدارية علشان لو عنده أي ملحوظة عايز يعلق عليها النقطة اللي بعدها يعني هو من الآخر يعني لو الزمالك مثلا بعد ما عمل اتقاله أنه لا فاحنا كأهلي بنبعت كده كده ولو فيه أي إبداء رأي علشان ما يحصلش أي مشكلة في سير الانتخابات الخطيب أخطر مجلسه بتحديد القائمة المشاركة في الانتخابات القادمة قبل فتح باب الترشح من يوم لثلاثة يعني مش أقول لكم مين قايمتي إلا قبل ثلاثة أيام بالكتير من الانتخابات وبالمناسبة ده يعني أثارا زعاجا ما بين الأعضاء الحاليين علشان محتاجين يعرفوا موقفهم لأنه في بعض النقاط زي مثلا فيه أسماء من تحت السن هتبقى فوق السن بتكلم هنا على مهند مجدي وعلى محمد سراج الدين فيه أسماء محتاجة تعرف لأنه فيه برضو منصب نائب الرئيس بتكلم عن العمري فاروق فيه المهندس خالد مرتجي فيه الأستاذ خالد الدرندالي كلهم محتاجين يعرفوا يعرفوا إيه موقفهم فالقصة برضو مخلية أنه كانوا عايزين يعرفوا وده عامل شوية انزعاج لأنه محتاجين يتضح الصورة وخصوصا أن فيه قلت لكم ما بين أربعة لخمسة محتمل من المجلس الحالي ألا يتواجدوا في القائمة المرشحة للانتخابات المقبلة في النادي الأهلي أبرزهم مثلا الدكتورة راني علواني الكابتن جوهر نبيل على سبيل المثال طيب يوم هيبقى فيه نص شهر أكتوبر مؤتمر صحفي مش الغرض منه الإعلان عن الترشح للانتخابات بتكلمها على الكابتن محمود الخطيب وقائمته أو مجلسه ولكن الغرض منه هو زي كشف حساب كده أدي اللي احنا عملناه وده موقفنا في الأربع سنوات ويلا مع بعض بقى نبدأ الانتخابات اللي هنشوف مين هيتنافس فيها وغير المحتمل أن يدخل فيها على منصب رئيس النادي الأهلي أسماء من الأسماء البارزة حتى الآن على الأقل